السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم انتهت المظاهرات اللي كانت معناها اللي صارت اليوم في شلال حبيب بورقيبة في تونس العاصمة وطبعا شفنا مختلف تظاهرات وعلقنا على مختلف التصريحات رسميا رجعت الحركية كما كانت علي فيها سابق برشا ناس يعني علقت على المظاهرات هذه سواء هما ضد المسار ولا مع المسار كما عبيد البريكيا يقع إن شاء الله السوق الجاي معناها في إشارة لأنه سيبهم معناها هاوكا عملوا احتجاجات وروحوا كل شي به نرجو على بعض التصريحات اليوم على اللي ساير في البلاد بشكل عام عمار عمروسية القيادة في حزب العميل يقول اليوم بأنه البلاد تمر حاليا بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تنظر بانفجار اجتماعي بتكون عنده عواقب وخيمة حسب تعبيره عمروسية يقول بأنه تونس في وضع ميلي واقتصادي خانق مما يطرح تجدد المسار الثوري ويعتبر أنه اللي تعيشوا معني تونس في الفترة هذه من دعوات للحوار هي دليل على عمق الأزمة اللي سايرة في البلاد يقول فما انفلت كبير في غالي الأسعار على قاطر فما تطبيق لإمنائية صندوق النقد الدولي اللي تطالب برفع الدعم وبيع المؤسسة العمومية والضغط على كتلة الأجور وتجميد الانتدايب والتشغيل يقول عمروسية أنه الاحتفال بالذكرى 12 للثورة السناء يجي بتعم المرارة خاصة وأنه تونس تعيش استبداد زحف شعبوي للسلطة الحالية ويقول بأنه ساحة العامة هي ملك للشعب التونسي بالرغم من توجه نظام نحو تضييق على الحقوق والحريات على حد تعبيره واليوم تصريحه هذا جاء على هاي مش الوقفة الاحتجاجية اللي عملوها حزب العمال وأحزب أخرين أكل خميسي متاع الأحزب في حزب العمال والتيار والجمهوري والقطب وغيره في شرع لحبيب بورقيبة تحديداً أمام المسرح البلدي بتونسي العاصمة لإحياء ذكرى ثورة وللتنديد بغلال الأسعار والمعيشة وغير ذلك نبيل الحاجة عن التيارة الديمقراطية زادة كيف كيف أحكيد يوم معلق على نزول قيس سعيد البارح إلى شرع لحبيب بورقيبة بالعاصمة يرجح نزول قيس سعيد إلى الشرع قبل اليوم من عيد الثورة بإحساسه بارتفاع حدة المعارضة الشعبية للقرارات الحكومية والوضع العام في البلاد يقول هو نفس التمشي اللي توخاه بن علي في 2011 يأكد نبيل الحاجة إنه قيس سعيد فشل تماماً في إدارة المرحلة الحالية وسقوط مشروعه السياسي اللي ما لقاش أي صدى حتى من أنصاره ويقول بأنه الشعب التونسي لا يمكن أنه يقبل بتواصل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي يقول بأنه تم منع برشة أنصار من أنهم يتنقلوا لشلالة حبيب بورقيبة جايين من سفيقس ومن المستير وغيرها ومن المدن التونسية في تحدي صارخ للدستير التونسية الضامنة لحريط التنقل ويقول أنه هل إجراءات هذه تبين بأنه قيس سعيد أصبح خائفاً من التحركات الشعبية المطالبة برحيله زيد الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي هو أستقال من التيار غازي الشويشي غازي الشويشي زيد يشارك اليوم يعني في المسيرات اللي صارت في تونس العاصمة وقال بأنه برشة شخصية وطنية مشاركة معاها أكاديميين شخصية حقوقية مستقلة قاعدين يخدموا وإلا يعملوا على بلورة مبادرة مستقلة بشي تم الأعلان عليها قريباً في ندوة صحفية فما مبادرة الاتحاد والاتحاد اليوم أعلن المعركة والطبو بيقال أحنا ما نتكلموش على فاشوش وأحنا وأحنا معناها قريباً مش ننطلقوا في المعركة وإلى غير ذلك به يقول شويشي إنه وقت لي تكتمل المبادرة بشي تم عرضها على مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين والرأي العام يقول بأنه المبادرة فيها جانب دستوري مؤسساتي فيها جانب سياسي كيف نواجه قيس سعيد على حد تعبيره ويقول كيفش نواجه وقايس سعيده هو رافض لانتخابات رئاسية مبكرة ورافض لتشريك التونسيين في مسار انقاذ البلد إشاويشي يقول بأنه هالمبادرة فيها جانب اقتصادي واجتماعي والإصلاحات اللازمة ولكن تحفظ غازي إشاويشي على ذكر الأسماء اللي بشاركة في هالمبادرة وقال إنه بشي تم الأعلان عليها وقت لي تم الأعلان على المبادرة بشكل رسمي في كنفرنس دي بريس معنا سمحون به كيما زاد فما مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات اللي هبتت بيانات دي كومينوكي البيانات هذي أجمعت فيها هذي الأحزاب خطر هبتتها بمناسبة ذكر أربعة جانفي أجمعت فيها الأحزاب هذي على إنها مواصلة نظال من أجل تجسيد الشعارات المرفوعة بعد الثورة وخلال الثورة للتصدي لما وصفوه بمسار الرئيس قيس سعيد للالتفاف على الديمقراطية حزب الوطد مثلا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بالمناسبة هذه أصدر بيان دعا فيه التوينسا للتظاهر في كل أنحاء البلاد تخليدا للذكرى هذه وتمسكا بتحقيق أهداف المسار الثوري ويعتبر شعارات أربعة أجم في المطالبة بالحرية والكرامة الوطنية والعدل الاجتماعية ما زالت مهمة قيد الإنجاز ما تحققش ويقول أنه على القوى الثورية أنها تتحد لتعبأ حولها نظالات أبناء الشعب في مواجهة برنامج الثورة المضادة في السلطة وفي بديلها اليميني الرجعي يقول للوطد أنه يرفض المسار السياسي لفرضه رئيس الجمهورية ويلتزم بالنظال ضده ودعا القوى السياسية والمدنية إلى تنسيق النظالات للتصدي لمسار الالتفاف على المكاسب الديمقراطية وضرب الحرية السياسية اللي أفتكت بدماء الشهداء من جهته زيدا حزب العمال دعاء الشعب تونسي المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية بيش يحتاجوا بيش يخرجوا معناها لإحياء الذكرى هذه ذكرى انتصار الثورة ويتصديوا حسب ما يقول هو لتوجهات قيس سعيد المعادية للثورة على حد تعبيره به حزب العمال شفنا تصريحات اليوم حامل همامي الأمين العام لحزب العمال قال بأنه قيس سعيد سيسقط سيسقط سيسقطه الشعب الذي أسقط قبله بنعلي وقال بأنه مصير رئيس الجمهورية يأما السجن أو الهروب إلى الخارج على حد تعبير حامل همامي اليوم في تصريحات في المسرح البلدي نحب زيدا نعلق على مضوء آخر يخص المناوشات في الجهد وتقريبا ولينا نشاهده كل يوم القصرين مثلا فيها من العشية للعشية هكا تتجدد الاشتباكات والمناوشات بين شبين من حي الظهور ووحدات الأمن اليوم كان الاشتباك على مصر ومفترق ساحة الشهداء بحي الظهور لليوم الثاني على التوالي سكروا الكيس ورشقوا أعوان الأمن بالحجارة والوحدات الأمنية طبعا اضطرت يعني للتدخل على مصر منطقة الحرس الوطني ثم يعني تم تجيل عملية كر وفر بين أعوان الأمن وعدد من الشبين في محاولة لتفريقهم وفتح الطريق